قريبنا الروح الكدس الإله الواحد أمين تحيل دعنا نعمته الدون فينا بركته من الآن لأبد أمين حاجة صغيرة بس خالص على العيد ده العيد ده عيد غالي قوي على الكنيسة عيد البشارة ده عيد غالي قوي على الكنيسة اللي هو يوم تسعة وعشرين برامهات ده العيد الأصلي يعني ده اللي في تسكار الملاك جبرايل لما جل العذرة وبشرها بميلاد المسيح ومن هذا العيد الكنيسة حطت لنا كل يوم تسعة وعشرين من الشهر الإبطي نحتفل به فراحي بتسكار البشارة بميلاد العذرة وتسكار الإيامة وتسكار الميلاد تسعة وعشرين كدهك هو تسكار الميلاد ده خلت كل يوم تسعة وعشرين من الشهر الإبطي تسكار البشارة والميلاد والإيامة فيما عدا شهرين اللي هو لسه ما كانش بدأ فيه الحبل بالعذرة فالكنيسة مش بتحتفل بيوم فراحي في يوم تسعة وعشرين همشير ويوم تسعة وعشرين طوبة تمام هدول بيتصالوا عادي سنة ومش بتصالوا فرايحة اشمعنا العيد ده بالذات الكينسة تركز لنا عليه كل شهر لازم نتذكر البشارة والميلاد والقيامة هركز بس على البشارة في تلت حاجات صغيرين خالص على قبل الخمس ده اللي اتفقنا عليه اشمعنا عيد البشارة اول حاجة نعيد البشارة ده اعلان واضح قوي ان الله يحقق وعوده ربنا ما بينساش ابدا يحقق وعوده مهما طال الزمان الله يحقق وعوده فترة دي كده كنت بقرأ حاجات كتيرة في تاريخ الكنيسة وبسمع حاجات في تاريخ الكنيسة لقيت الحقيقة على مدار التاريخ كله الله دائما واضح جدا ويحقق وعوده بوضوح ينتظر فعلا الى ملء الزمان عشان يتجسد من امنا العدر هيعلم بالبشارة للنهاردة ان ربنا ايه مش ناسي هذا الوعد كان بقاله قد ايه ده بقاله فترة كبيرة قوي نسل المرأة يصحق رأس الحية من اول امتى من اول لما ساقط ادم وحوى لكن ربنا لا ينسى لكنه ضقيق جدا في موعده في ملء الزمان زي ما قال معلمنا بولوس ارسل الله ابنه مولود امرأة تحت النموس ليفدى الذين تحت النموس لننلت تبني امتى الوقت يا رب ده بتاعك انت انت المدبر انت عارف انهي احسن وقت تحقق فيه هذا الوعد وكأن الزمان معللنا بولوس اقول لك حاجة جميلة اقول لك ملء الزمان عارفين لما واحد يقعد يملأ حاجة كده حد ان يجي وقتها فخلاص تتميلي وصلت الى ايه الى المعاد المناسب بحسب توقيتات ربنا باول حاجة كان ستفكرنا بها كل شوية كل شهر تقول لنا ان الله يحقق دائما وعوده ايه هو الوعود دي طبعا العود كتير قوي يعاوزنا الوقت ان احنا نتكلم عن العود لكن فيه ثلاث حاجات واضحين قوي اول وعد واضح ابي هو وعد الخلاص البشارة هو بميلاد المسيح الوعد بالخلاص فربنا اعطى الوعد بالخلاص انه هيعطي خلاص لكل العالم هكذا احبى الله لايه العالم لكي لا يهلك ايه كل من يؤمن به بس الخلاص ده مرتبط بشرط ايه هو قبول هذا الايمان ليتمثل في ايه قبول الايمان ده هقول بس انا ما امن بربنا ياسوع وخلاص لا فيه اعمال تثبت هذا الايمان فيه اعمال تثبت هذا الايمان فيه ثبات في ربنا انجسد ودم وفيه اعتراف باستمرار وتوبة باستمرار فبالتالي وعد بالخلاص واضح قوي ربنا موضحه يقول ايه يقول انا هأعطي وعد للخلاص وعد ده ماله ده بقى مفتوح كانت مفتوح على مدار العمر كله الانسان يقبل هذا الايمان وانسان ينال الخلاص اذا ثبت في ربنا واقبل هذا الايمان فده وعد واضح قوي اول وعد وعد بالخلاص ربنا موضحه لنا قوي النهاردة في هذا العيد لكذا كنسة تتمسك بهذا العيد لنا كل شوية فكرنا به ثاني وعد ثاني وعد وعد التوبة لكذا تجد انجيل عشية النهاردة احنا ما جبناش سيرة البشارة لسه سيرتها بكرة في القداس لكن انجيل عشية النهاردة يتكلمنا عن اصحح مشهور بنصلي به كل يوم شاهدوا التذكير كل يوم امتى في صلاة نص الليل اللي هو انجيل سمعان الفريسي وكصة انتوا عارفينها المرأة اللي داخل البيت سمعان الفريسي وسكب الطيب على الاجدين ربنا يسوع وسمعان أدان المرأة وأدان المسيح وكان هذا نبيا اللي عارف من هذه المرأة وما حالها أنها خاطئة ربنا يسوع عمل حكى مثل كينسة تذكر العشية النهاردة عشان خاطر المثل واحد عليه 500 دينار واحد عليه 50 دينار والشخص اللي صاحب الدين عمل سامح اللي اثنين يا ترى مين بيحبه أكتر سؤال سهل قوي لسامعه الفريسي قال له اكيد اللي عليه كثير يعني واحد تخيله واحد عليه دين وعشرة مليون واحد عليه دين بقى الف جنيه وسامح اللي اثنين يا ترى مين بقى بالنسبة له للمبلغ الكبير قوي قال له الحقيقة انت مدان أمامي وهذه المرأة مدانة أمامي اذا كان هي لها خطايا فانت كمان لك خطايا لكن انا مسامح الاثنين انا مسامح الاثنين لانا انا سيد صالح اي انسان يأتي في اي وقت يقدم توبة ليا انا قابله مهما كانت شكل الخطايا دي مهما كانت نوعها لذا دايما عيد البشرة يصادف ايه في الصوم يصادف دايما في الصوم ليه لانا احد الصوم احد بتشاور دايما على التقبة زي الساميرية زي الابن الضال اللي بعد عن ابوه زي الساميرية اللي حياتها خطايا متكررة باستمرار زي المخلع اللي جاي المخلع ايه اشارة انسان غرقان في الخطايا خالص الى درجة انه اصبح مشلول مش قادر يعمل حاجة خالص ومع ذلك ربنا يا سوء عمل ايه شفى التلات وكأن الوعد بالتوبة ده وعد ايه وعد مستمر كل يوم كنت ستفكرنا به في ايه في صلاة نص الليل تتمسك بهذا الوعد باستمرار وعد الخلاص ووعد التوبة اما ثالث وعد اقوله عشان الوقت بتاعنا فاضل دي او نص ثالث وعد هو وعد بايه وعد بما جئه التاني وده احنا بنفتكر كل شوية في صلواتنا سواء كان في قانون الايمان في ختام قانون الايمان نقول ايه وننتظر فيامة الاموات وحيات الظهر الاتي امين نقولها بشكل منغم عشان بنفكر نفسنا بوضوح ان زي ما ربنا يسوع صعد الى السماء ايضا سيأتي في مجده ويدين الاحياء والاموات يعني كل اللي بتعمله ده ماله ليه قيمة عند ربنا كل تعب تتعب لاجل ربنا ربنا مش نسيه هناك دينونة ودينونة عادلة يعطي كل واحد كاعماله هذا صغير الكلولوسي ان كان خيرا وان كان شرا لان ربنا عادل جدا لانه يعطي كل واحد كنحو اعماله يطرى الواحد مستوى الامانة في حياته وشكلها ايه ما هو ده ليوصلني السماء هل بس مجرد الانسان يكون يؤمن بربنا وخلاص لا فين امانتك انت تثبت في ربنا ربنا قال من يحبني يحفظ وصيائي في امانة في الوصية دي ولا ما فيش من يأكل جزدي ويرش بدامي يزبط فيي وانا فيه له حياة أبدية انا اقيمه في اليوم الاخير فيه ثبات في الوصية دي ولا ما فيش ثبات فيها في امانة في تنفيذها ولا لا فيه توبة مستمرة ولا لا في حياتي اذا كان ده موجود يبقى انا ماسك في الوصية دي هفرح قوي بما جاء المسيح وديننته قاله زي واحد مذاكر قوي مستني بس يشوف الامتحان ليه عشان يكلل عشان يكلل طيب يكلل وقت ما يمتحن لا ده وقت اعلان النتيجة بقى ده ليه قصة تانية ليه فرح كبير قوي لهو وقت وقت الدينونة هكذا الكنيسة تركز لنا على على هذا العيد عشان الانسان يفتكر الوعد بالخلاص يفتكر الوعد بالتوبة باستمرار والغفران باستمرار زي ما ربنا مدينا وكمان يفتكر ايضا الوعد بلدينونة لإلهنا كل مجد وكرامة لأبد آمين